اسم الله العظيم الذي سنتحدث عنه اليوم هو اسم يتناسب مع ما يحصل الآن من وقائع في لبنان ينبغي أن يتنبر فيه الإنسان دوما هو اسم الله الملك يكشف البلوى هو الله لقد ورد في القرآن عدة صيغة لهذا الاسم فالله سبحانه وتعالى هو الملك هو الله الذي لا إله إلا هو بدأ بالأسماء فسمى نفسه بالملك فاسمه سبحانه الملك واسمه سبحانه المالك فأنت في كل صلاة تقرأ سورة الفاتحة لتتذكر هذا الاسم فتقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وفي قراءة ملك يوم الدين بل جاءت صفة ثالثة لهذا الاسم وهو المليك إن المتقين في جنات ونهر في مقعاد صدق عند مليك مقتكر بل إنك إذا تأملت في القرآن لا تكاد تجد سورة من السور من السبع الطوال التي هي تأسيس للتشريع إلا وفيها ذكر الملك وأنه لله سبحانه وتعالى ولا تكاد تجد سورة من سور المفصل إلا وفيها ذكر الملك وأنه تابع لله سبحانه وتعالى بل هو ملك الملوك فصح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله وإنك إذ تدعو الله سبحانه وتعالى من الدعاء الذي تدعوه فيفرج الله عنك ما نزل بك من ضيق وفقر أن تقول اللهم مالك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ثم تزيد على مقدار الآية فتقول رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي منهما من تشاء وتمنع عنهما من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك يعني يا رب أنا ما بدي رحمة البشر لا أريد حتى أن ترحمني أمي في بعض المواضع أمي لن تغني عني شيئا ولكنني أريد رحمة منك تغنيني بها عن رحمة من سواك فأنت تتوجه إلى الملك وإذا استشعرت أن الله سبحانه وتعالى ملك الملوك وسلطان الصلاطين إذا استشعرت أنك عبد للملك فأي باب تقرع أتعزب من إنسان يعلم أن الله هو ملك الملوك ولا يطلق بابه إلا بعد أن توصد في ودهه كل الأبواب وإذا قرع بابه فإن قرعه لهذا الباب يكون قرعا هزيلا خفيفا لا إلحاح فيه إن الله سبحانه وتعالى كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول أنا ملك الملوك هل من سائل فعطيح تأمل ما لي اسمه الذي قاله الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع أنا ملك الملوك أليس عندك حاجة أليس عليك دين لبناني فلسطيني صورة في لبنان عليك دين بدون ما أتحكر ما ديون وما كروب وهكلان هم آخر الشهر وهكلان هم المدارس وهكلان هم الديون وبطلت تعرف بأي شارع بدك تمرؤ هون الدكان عليك إلها عليك دين والدكان التاني كمان إلها عليك دين وبدك تطلع على الدرج جارك اللي تحتك إله عليك دين وصاحب اللي يشترك بده يجي يطالك الناس كلها بده دين بده الأموال اللي عليها بده هالأموال اللي إلها طب ما وإنت موظف راطمك على قدك ولما عب تبيع أو عب تاخده تتاجر تجارتك على قدك طيب ألا تطرق باب الملك ألا تطرق باب الملك ألا تصحح علاقتك معه إن الكريم إذا وهم لا تسألنا عن السبب أطرقت باب الملك وردك أطرقت باب ملك الملوك وبخل عليك ولله ملك السماوات والأرض يعني ملك السماوات والأرض قال النبي صلى الله عليه وسلم أترون ما أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض إلى الآن لم ينقص من ملكه شيء ما هو هذا كله يتحول من ملكه إلى ملكه الإنسان فينا إذا شال مع مال بجيبه الأول فنزعه ووضعه بجيبه الثاني هل نقص من ملكه شيء ما من جابت إلى جابت طب إذا كان لله سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض فملكت أنت من الأموال كذا وكذا وملكت من الذهب كذا وكذا ثم بعد ذلك متفى وارثك أولادك فانتقل من ملكك إلى ملكهم ولكنه ما زال في ملك الله سبحانه وتعالى فهو بملكه يتصرف به كيف يشاء والنبي صلى الله عليه وسلم قال يمين الله ملأ لا تغيضها يعني لا تنقصها نفقة الليل والنهار أنت هل أبدك الطعمة ولا ذنة لاتة عندك طعم أولادك تهكى الهم أنا إذا طعمتهم بكرة كيف أنت أكفه أما ملك الملوك وسلطان الصلاطين ورب الأرباب شوف رب العالمين أنت ليه إقرأ قرآن كن عم تقرأ قرآن وبتبرق معك قل أغير الله أتخذ وليا والولي هو الملك قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم بس فكر بس وهو يطعم ولا يطعم يطعم ولا يطعم أتظن أن الله لن يطعمك صفة الملك أنه يطعم صفة الملك أنه يطعم إن الملك يستحي أن لا يطعم نملكه يستحي الآن أنت تتصرف بمسؤولية فتحافظ على أولادك فتستحي أن تدخل إلى بيتك فتقول زوجتك لا يوجد طعام تتحرك تتصرف وتجيب أكل للبيت لأنك رب هذا المنزل أتظن أن رب السماوات والأرض لن يطعمك ولن يعطيك ولن يكسبك أما تقول إذا أويت إلى فراشك الحمد لله الذي أطعمني وسقاني الحمد لله الذي كفاني وآواني الحمد لله الذي من عليك أفضل ومن هنا من اسم الله الملك نتحول إلى ما يحدث الآن في لبنان من قوارب للموت يهاجر بها أهلنا وإخواننا وبنوا جلدتنا من هذه البلاد التي قد طغت وعتت واعتدت فقاتل الله كل من أوصل البلاد إلى هذه الحال فننظر إلى إخواننا وهم يهاجرون طلبا للعيش الكريم في بلاد الغرب ولكننا نقول أما ينبغي أن نعيد التفكير في الهجرة أما ينبغي أن نعيد التفكير ونحن نرى المخاطر التي تحصل وآخرها وآخرها ما حصل اليوم أكثر من خمسين غريق نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم ممن قال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك ولكن أما ينبغي أن نعيد التفكير ونحن نرى الخطورة في السفر والخطورة على الحدود والخطورة إذا دخلنا إلى هذه البلاد والخطورة الأكبر من ذلك ما يحصل في هذه البلاد من خطر على الدين عند من يصل إليها وعند أبنائنا بالذات عند أبناء المسلمين بالذات ولمن يشكك في كلامنا وقالت لا اللي بروح لهونيك ما حدا يقرب عن دينه ادخل الآن إلى موقع شؤون إسلامية سواء في تويتر أو اليوتيوب وانظر إلى عمليات الاضطهاد والعنصرية ومحاربة الدين وغرس الشذوذ الجنسي في عقول أبناء المسلمين ممن يصل إلى هذه البلاد أما يحتاج هذا إلى إعادة نظر أنا لا أتكلم الآن من منطلق حلال أو حرام مع أن كثيرا من العلماء يرون الحرمة الآن خاصة ما حدا يجي جب إن الذين توفهم الملائكة الظالمية أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض يأتي بآيات الهجرة للفرار بالدين هجرة الصحابة كانت فرار بالدين مش فرار من العيش الضيق ما بدنا نقيس فرار بالدين أو فرار خوف من الموت خوف من الموت المحتم فرق فرق كبير بين الأمرين أنا والله بدي رفاهية بالعيش بدي أطلع من حال إلى حلف عشان هيك عبهاجة أنا هي دعوة للواحد يرجع يعيد حساباته الإنسان الذي يستطيعه الآن أن يستدين ليذهب بقوارب الموت عبهاجة لا يحصل خمس تلاف وعشر تلاف وخمساشر ألف حتى يطلع هو عائلته طب هل مبلغ كان فتح مشروح بيقدر ما حالك يصمد وكذا يأكل ويشرب فيعيش مطمئن في دينه أول نقطة أنه أنت بلد ما زلت تسمع فيه صوت الأذان ببلد ما زلت ترى فيه المسلمين ببلد ما زالت القيم وسلم القيم عندك أن الدين قبل كل شيء عند الشعب عند الشعب بعدنا الآن الدين قبل كل شيء ما تيجي ودعك دع عنك الشذوذة الذي تجده في الطرقات من سبب لله سبحانه وتعالى ونحب ذلك ولكن الشعب من فطرته أن الدين عنده فوق كل شيء هب أن الآن شخصا رأيناه في الشارع يقوم بحرق المصحف ماذا ستجد من أبناء المسلمين الآن بل إن المظاهرات في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة هذا الدين أكبر شاهد على أن الدين والنبي صلى الله عليه وسلم والفطرة هي قبل كل شيء الآن الفطرة عندنا الفطرة المحمدية الفطرة الإسلامية فطرة إبراهيم عليه السلام هي الفطرة السوية ما زال منظر الشذوذ عند أبناء المسلمين أننا إذا رأينا شابا شاذا بفكره أو عقله أقل ما فيه إن تعاطفنا معه أخذناه إلى مصح أو إلى دكتور حتى يعالج هذا الشذوذ الذي في عقله وليس أمرا طبيعيا كما يحصل الآن في بلاد الغرب بل أصبح عكسه هو المضطهد أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فينبغي أن نعيد التفكير في موضوع الهجرة نعيده بشدة أولا من المنطلق الديني ثانيا بمنطلق الأمن فالإنسان المسلم مأمور بحفظ الضروريات الخمس عندنا خمس أشياء بدنا نحفظها أولها الدين نحن عندنا سلة الدين عندنا قبل كل شيء ما تطلع ليه يلا عبرك على الشق الاقتصاد وينسى الدين أول شيء أنا أمني الدين الدين ثانيا بيجي عندك العقل تحفظ عقلك ولذلك حرم الإسلام الخمر ثالثا العرض والمال والنفس هو الضروريات الخمس أنت لما تهاجر عبتعرض ضدك للخطر ولا لا عبتعرض نفسك للخطر ولا لا هاي اثنين من الضروريات الخمس عبتعرض عقلك والمفاهيم اللي عندك وعند أولادك للخطر بر عقلك حيضله مثل ما هو ما لك يلا أنت هلا قاعد عبتصمد وكذا لحتى تروح ومضى من حتوصل ولا ما حتوصل وكم من أناس راحوا بالطرق غير الشرعي وراحت أموالهم يلا تضحك عليهم فأنت تعرض أربعا من الضروريات الخمس للخطر وإن ذهبت مع عرضك مع زوجتك ومع أولادك فأنت تعرض الشقة الخامسة للخطر اللي هل لعب روح على البلاد لعب تطهد الحجاب لعب روح على فرنسا مثلا وهي مناهضة للحجاب ضد الحجاب وكثير من الدول المتأثرة فيها ومن فيهم الآن كل الدول الأوروبية الآن فيها قسم غير راضي ما راضيان على هذه الهجر كلها ما تدن فأنت بس مجرد ما يشوف زوجتك أو بنتك محجبة هيصير فيها والله كثير من الأسئلة اللي بتصلني يا شيخ نحن مضطهدين هون فينا نشتاح الحجاب ممكن يتعرضوا لنا ناس ملطشين يا أخي ناس ملطشين هناك خلينا نقوله أن هون غير الأسوياء يلي هن ناس عنصريين حيتعرضوا لعرضك طب أنا ليه لحتى أخاطر بهذا الأمر طب أنا هون ما حد أتعرض لعرضي ما حد أتعرض لديني أنت هلأ جيت على المسجد حتى وقفك وقالك وان رايح وان جاي ما حد أتعرض لعقلك لعقلك والمبادئ اللي عندك كل القصة عندنا ضيق في العيش بلاء من الله سبحانه وتعالى ومن أسبابه الطغمة السياسية الفاسدة قاتلها الله طب أنا هلأ ببلاء أخرج من بلاء إلى بلاء أشد منه ما نفعك لو ذهبت إلى دول الغرب فجلست أربح سنوات أو خمس سنوات ثم أخذت إقامة بعد ذلك ثم فرحت بنفسك أنه والله عيش كريمك كهرب ما بتقطع تمام وعيش كريمك طبعا بعد المرمطة اللي حدتت مرمطة بالأول أنت رايح لاجئ ثم بعد ذلك وهي على أبواب حرب عالمية بغض النظر لو ما فيها الحرب العالمية لو أخذت كل المكاسب ولم تجد أي شيء من المتاعب ثم بعد ذلك يأتيك ابنك وقد تعلم في هذه المدارس والتعليم أجبالي عندهم تعلم في هذه المدارس من مدرس ملحد ما فيك أنت تجي تقول له والله ما بدها الأستاذ بها الأستاذ أنت بقتبعت ابنك من مدرس ملحد ومدرسة نصرانية تعلمه النصرانية فكان بجواره صديق شان وعلموه أن شذوذ أمر طبيعي فجاء وقد انتكست فطرته لجاء والله بدي يتحول شو كسبت إجاك ابنك بسم الله ما شاء الله والله الإلحاد وجهة نظر كيف الإلحاد فيه؟ أنا عم يحكي عن الله هو وجهة نظر أنه ما فيه الله أنا وجهة نظر فيه وجهته هو وجهات نظر ويرى أن العلو للكافرين وأن السفولة للمسلمين وأن كلمة الباطل أعلى من كلمة الحق ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وقيم كيف بدأ أنا أرجع القيم عندي؟ أرجع للملك أنا هالدنيا كلها على بعضها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بتأمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من بات آمنا في سربه أنت آمن الحمد لله موضوع أجار البيت الله بيسره موضوع الرزق الله بيسره والله نحن حتى في كتير أشياء ممكن نتخلى عنها عشان نحن ما متعودين بس بس بعد ما نألف بتصير من بات آمنا في سربه مطمئنا في أهله عنده وقوته يومه فكأنما حيزت له دنيا بحزافيرها والله بسيطة لك والله لو عندك عدس وأكلت اليوم ولا عندك أطيب أكل وأكلت اليوم آخر النهار ستدخل إلى الخلاء وتخرج كل شيء ده الموضوع راحت يعني أنت ما تذكرين مثلا طعنة الفروج للمنتي 19 عشر سنين أو أي شيء أفهم الوجبات كله راح ده وستسأل عن ثم تسألنا يوم إذن عن النعيم طب أنا بس أريد أن أكمل هالكم سنة بهذه الدنيا أكمل أنا أكمل المسؤولية اللي عندي وأعتقدوا أن الله هو الملك وهو الذي سيرزقري بإذن الله أنجوه بدها إعادة تفكير كبير قبل أن تفكر بهذه الخطوة وسؤال لأهل العلم المسلم يسأل أهل العلم دائما بأي خطوة فاسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون ترجمة نانسي قنقر